السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا الطلاب تانية سنوي معانا دلوقتي اهم فصل في قصة واقس لماه معانا الفصل الاربعتاشر الفصل اللي هتحبه كتير قوي اهم فصله اكتر فصل فيه اثارة الفصل الرابع عشر لان فيه الحسم كله فيه اللي احنا كنا منتظرونه من زمان من ساعة الترم الاول منتظرون الاحداث ديت لفصل الرابع عشر احنا دلوقتي بنجهز تجهيز تام للمعركة المسلمون امام التطار تجهيز كبير معركة كبيرة معركة الحسم تخيل معايا كده الاول المعركة ديت لو هزم فيها المسلمون فكده العالم الاسلامي كله مش موجود ولو هزم فيها التطار فنستطيع ان نجلوا التطار ونصحقهم من كل الدول التي دخلوها من قبل فمعركة حسمة طيب يتحرك الجيش المصري يتحرك الجيش ويصلوا الى الصالحية ويعسكروا هناك وقطز هو اللي بيشوف الترتيبات حاجة حاجة بنفسه بنفسه بيشرف عليها بنفسه هيصلي قيام الليل هيصلي الفجر ونبدأ باع بعد صلاة الفجر على طول شوف الايمان انك تتمسك بالله عز وجل هيكون دوت اكيد له وهو سبب كبير للنصر يصلي الفجر ونبدأ المعركة خلي بالك احنا في الوقت دوت كنا في رمضان كنا صايمين لكن ايا كان الضعف لا يدب في قلوبنا وهل الصوم يدب في قلوبنا الضعف ابدا في الصيام بيكون الايمان اكتر فهم ما كانوش بينظروا لاي حاجة الا انهم عاوزين ينتصروا فقط على التطار قبل ما نحرب التطار قطز علشان هو جندي قوي علشان هو متعود على الخدع القديمة فعلى طول ارسل جنوده الى مكان اسمه عكا المكان دوت اصلي كان فيه المكان دوت صليبيين وهو عارف ان الصليبيين ربما يتعاهدوا مع التطار ضد المسلمين فرح ارسل اليهم الاول جيش من عنده وفعلا ده كان هيحصل التطار كانوا متفقيا معك كان احنا اول ما نبدأ والمسلمين يدخلوا احنا نحاربهم من امام وانتم من الخلف ونستطيع ان نضعهم بين فكي الاسد وننتصر عليهم لكن هنا قطز فعلا بفكره العظيم قدر انه يوجه جيش الاول هناك للصليبين وقال لهم لا نريدوا منكم لا لنا ولا علينا الجيش الصليبي هناك قالوا له طب احنا ممكن نديلك جيش نحارب معاك قال لهم انا استطيع ان اكفي نفسي بجيشي ولا احتاجه منكم شيء شوف قوي قوي وكمان ما سابهمش كده تترك مجموعة من الجيش بتاعه عند الصليبيين في عكا علشان ما يرجعوش في امرهم ابدا ويبدأ هو بقى كده يوجه نفسه الى التطار قبل ما المعركة ما تبدأ على طول في حاجة هتعطلنا احنا الاتنين احنا هتعطلنا صلاة الجمعة عايزين نصلي الجمعة وهناك القائد الكبير هولاكو قائد التطار الموضوع عرف ان اخوه مات فكان لازم يرجع تاني وعين مكانه القائد الكبير كوتوبغة قائد كان قوي شجاع متكبر واستطيع ان هو يقود جيش التطار مكان هولاكو كده احنا قدامنا جيش التطار بقيادة كوتوبغة ومعانا جيش المسلمين جيش المسلمين من القائد القائد كوتوز لكن كان كوتوز في الوسط وعندي القائد الكبير الاخر من بيبرس بيبرس كان على الميسرة وفيه قائد على الميمنة لكن كوتوز في المنتصف وتبدأ المعركة الكبيرة يبدأ بيبرس فعلا يظهر شجاعة قوية يبدأ الجيش الاسلامي في اول المعركة وكأن المعركة قد حسبت لهم يبدأ الجيش الاسلامي ويبدأ المعركة لاحظ كده كوتوز في المنتصف وبيبرس على الميسرة فيبدأ بيبرس بيضغط قوي ويقتل قوي ويبدأ يحمس الامراء المملك من وراه وكمان ويبدأ يضغط 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 فبدأ ان المعركة ماشية كده لان من الناحية الثانية التطارقن وعمالين يضغطوا على ميمنة المسلمين فبدأ ان الموضوع ماشي كده فالمنتصف عند السلطان بدأ ينكشف السلطان قطز فكده الموضوع لو السلطان قتل يا جماعة خليكم معنا لو السلطان قتل الجيش كده هيبدأ انه هو يفطر يكسل وربما ينهزم فاحنا اهم حد عندنا كده في المعركة السلطان لازم ندافع عنه فبدأ تنفتح صغرة عند السلطان لكن اكيد احنا مش هنصبر على الامر دوت لكن قبل ما هنصبر خلي بالك معي هنا بقى في اللقطة ديت كان بجانب السلطان الصبي التتري الصغير اللي السلطان كان سايبه معاه على سنوة لما يقتل التطار هيعين دوت هيكون قائد التطار الصبي التتري دوت زين للسلطان في اول الامر انه هو معاه فبدأ يقتل في التطار والسلطان يشوفه فرحان والمسلمين شايفينه فرحانين حاسبون انه هو كده معاهم لكنه كان بيعمل ايه يأتي هذا الصبي الصغير ويروح على التطار ويقتل اتنين تلاتة اربعة مفيش مشكلة ويرجع تاني ويروح يقتل اتنين تلاتة ويرجع تاني ايه ده؟ في حاجة غريبة ازاي صاب صغير يدخل جيش التطار ويقتل اتنين تلاتة اربعة من غير محد ما يكلمه ويرجع تاني الامر كان فيه خدعة الامر كان دوت كان بيروح على جيش التطار ويقتل مفيش مشكلة انه هم كتير بس كان بيقولهم على مكان السلطان فين بالزبط لان كلهم لابسين خوزة مش عارفين فين السلطان فكان بيقولهم على مكان السلطان فين بالضبط فيرجع تاني ويقف مكان السلطان فيعرفوا ان هو واقف كده جنب السلطان ففي مرة زهب هذا الصبي الى جيش التطار وهو راجع رجع معاه خمسة من التطار والسلطان مش واخد باله فجوم الخمسة وعلى طول بدأ السلطان قدامه خمسة من التطار مش عارف يعمل ايه فستطع ان هو يقتل منهم ثلاثة لكن فيه اتنين في اللقطة دية واحد منهم امسك بالحربة وجاء ليضرب السلطان ولسه هيحط الحربة في صدر السلطان ايه اللي حصل هل مات السلطان كان فيه فارس ملثم ملثم يعني نغطي وشو كده كان فيه فارس ملثم اعلى الجبل مرأي بكل الموقف من الفارس الملثم ده وايه دوروا في الموقف دوت نزل الفارس الملثم وعندما رأى هذا الموقف ورأى الصبي فشك في الامر فنزل ولما جه الدور وجمل خمسة والسلطان ضرب منهم ثلاثة وجه دوت لسه يحط الحربة في صدر السلطان فجاء هذا الفارس الملثم وتلقى الحربة هو على صدره فدخلت في صدره وبسيفه الاخر فاستطاع ان يضرب هذا التتري والسلطان ضرب الاخر فوقع هذا الفارس الملثم على الارض وهو يقول ايها السلطان حافظ على نفسك لقد سبقتك الى الجنة مين الفارس الملثم ده؟ وازده يعمل كده؟ مين؟ فالسلطان وهو بيحارب فيسمع الصوت ايه ده؟ الصوت ده هو صوت غريب فينزل السلطان من على فرصه ويكشف عن وجه هذا الفارس فيرى هذا الفارس هو جل نار جهاد حبيبته صديقة طفولته قريبته جهاد فيصرخ السلطان ويقول وَا حَبِيبَتَا وَا حَبِيبَتَا فترد عليه وتقول لا تكل وَا حَبِيبَتَا لا تكل وَا زَوْجَتَا ولكن كل وَا إِسْلَامَا وهنا السلطان يترك المعركة خالص ويخذ السلطانة ويذهب إلى الطبيب ويضعها في الخيمة لكن عندما يأتي الطبيب فيقول للسلطان قدر الله يا مولاي قد نفذ قدر الله فتموت السلطانة أو تستشهد السلطانة التي تمنت هذا من قبل أو رجت هذا من قبل فيعود السلطان مرة أخرى وقبل أن يعود كانت تطرقد أحس أن السلطان قد مات لما ساب المكان بتاعه ما يعفوش إلا حصل لكن السلطان لما رجع إلى مكانه مرة أخرى رجع السلطان وخلع خوزته وبدأ يحارب وهو متهور ومسك بالسيف ورمى هذا الدرع ومسك بسيفين ودخل مباشرة لكي يقتل فقط كتبغا القائد فإن قتل كتبغا الجيش الإسلامي يستطيع أن يكون أقوى والجيش التتري هيكون أضعف بكتير فيبدأ السلطان يحارب بشجاعة ويحارب بتهور وشعره قد شاط وارتفع وحمر وجهه وبدأ يدخل هنا وهناك إلى أن جاء الأمير أقوش وهو يدافع عن السلطان ودخل هو إلى كتبغا واستطاع أن يضرب كتبغا بسيفه فقطع رأس كتبغا الملك التتري الآن أو القائد لجيش التتري الآن لكن للأسف هو بيقطع رأسه كان كتبغا كان وضع السيف في صدره أو في بطني فوقع أقوش هو الآخر وهو يقول دافع عن نفسك أيها السلطان فقد سبقتك أنا الآخر إلى الجنة وها أنا قد قتلت أقوش وها أنا قد قتلت كتبغا وهنا يقع كتبغا ويقع أقوش لكن بدأ جيش التطار بقى يهتز بدأ يهتز وبدأ المسلمين لهم ما يدفعوا أكتر فبدأ يدخلوا بدأ بص بقى الحركة دية أدي بيبرس أدي هنا الميمانة وأدي الميصرة وأدي هنا المنتصف فبدأنا أن نعمل بقى بين فكي الأسد ونضبق عليهم حتى وضعناهم بين دائرة واستطاع المسلمون أن يدعوهم في دائرة ويحيط بهم مرة على مرة حتى أفنوهم جميعا وهنا ينتصر المسلمون نصرا كبيرا عزيزا مؤذرا ويرجع السلطان مرة أخرى وينظر إلى السلطانة ويقول لهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون فيبكي السلطان ويدعو على السلطان جل نار ويبكي المسلمون لكن استشهد الكثير لكن الأفضل أننا استطعنا أن ننتصر على التطار ونهزمهم هزيمة ساحقة انتصرنا عليهم نصرا عزيزا مؤذرا ونتقابل مرة أخرى في الفصل الخامس عشر والسادس عشر مع إثارة وحكاية جديدة كبيرة دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة